شكرك ابراهيم بي ودكتورة عبلة لو برضو تدينا كده بريف الصغير على السطادي وازون الدكتورة صحر كمان هتشترك معاك أولا أحب أرحب جدا بالمهندس ابراهيم بيحلب بسي جدا يا فاندم لتشريف حضرتك وأنا عارفة نهايتك جاي وعندك التزامات شديدة جدا النهاردة فأنا فعلا أقدر هذا جدا جدا يعني وألف شكر لسيادة الأمير اللي بيشرف من نهاردة احنا هنعمل عرض سريع جدا للدراسة هتقدمه الدكتورة صحر عبود مدرس في معد التخطيط وبتعمل معنا هنا في المركز الدراسة اللي احنا عملناها بتصب بالزبط فرحيك بتتكلم عليه حيك تكلمت على في اللجنة اللي بيتعامل فيه هو معالجة أثار المشكلة أثار المشكلة الناس خدت الأراضي وحيك بتتعامل مع أصعب جزء اللي هو ان انا ازاي ترجح منهم من غير ما تعمل مشكلة اجتماعية وخلافه لكن دي أثار المشكلة المشكلة أصلها في مشكلة مؤسسية وتشريعية وخلافه فحنشرح الوضع الحالي عامل ازاي الجهود اللي عملتها الدولة وصلت لحد فين تجارب الدول اللي نجحت في منظومة الأراضي وازاي احنا لمينا من ده عشان نطلع بمقترح محدد يبني على الموجود من غير ما نضيف مؤسسات فضاليا سحر احنا محتاجين نرجع منظومة ادارة اراضي الدولة احنا محتاجين نرجع منظومة ادارة اراضي الدولة عشان فيه اختلالات في المنظومة الحالية هنعدي عليها سريعا وادراسة نولتها بالتفصيل عايزين نعظم الاستفادة من احد اهم الاصول اللي بتمتلكها الدولة عايزين نواجه التحديات اللي بتقابل مصر حاليا وفي المستقبل عايزين نحقق مخرجات المخططات الاستراتيجية القومية المختلفة اللي عندنا وعايزين كمان نستفيد من الثورة التكنولوجية الخص الكلام ده كله في ان رفع منظومة ادارة اراضي الدولة هيساهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة وبالتالي يستحق فعلا زي ما حضرتك قلت ان هو يكون على اجندة الاولويات الوطنية لو لخصنا بسرعة ملامح الاطار المؤسسي لادارة الاراضي هنلاقي عندي جهات عديدة جدا كم الجهات اللي ليه علاقة مباشرة وغير مباشرة بالاراضي زي ما هو موضح في الشكل من وزارات وهيئات ومحافظات بالاضافة الى المركز الوطني لتخطيط استخدامات الاراضي مجموعة كبيرة عشان الوقت احنا اضغطنا في نص الوقت عندنا كم كبير جدا من ان شاء الله الدراسة هتبقى متاحة بالتفصيل بعد ما نغضي الفيدباك بتاعت حضراتكم الصورة دي بتوريني اهم الوزارات والهيئات المعنية باراضي الدولة واحنا عاملين مجموعة الوزارات مقسمينها بألوان مختلفة المجموعة الاولانية دي وزارات تتبعها هيئات هي من مسؤوليتها انها تعمل تخصيص بالاضافة للمحافظات برضو من حقها انها تعمل تخصيص مجموعة تانية بتوافق جهات بتوافق على التخصيص اللي عملته المجموعة الاولانية ودي وزارات اخرى اسمها وزارات معنية بيه الاراضي وفقاً للقرار الجمهوري اللي منشئ للمركز الوطني اللي استخدامت أراضي الدولة عندنا أكتر من خمسين تشريع ما بين قانون وقرار جمهوري وقرار رئيس وزراء أغلبها تشريعات متقدمة وغير موجبة لتطورات في مجال إدارة الأراضي ومثال واضح وصريح عن التدارو ما بين التشريعات التخطيط الإقليمي اللي بموجب قرارات جمهورية هنلاقيه من ضمن مهام أكتر من جهة الهيئة العام للتخطيط العمراني الأقاليم الاقتصادية والمركز الوطني لتخطيط الاستخدامات الأراضي ما عندناش مخطط استراتيجي قومي شامل وملزم بالرغم أن احنا عندنا فعلاً مخططين على المستوى القومي مخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية اللي هو 2052 لكن مشكلته أنه مخطط غير ملزم للجهات التخطيطية غير مربوط بالخطة الاستثمارية للدولة لم يعد بمشاركة الجهات التخطيطية عندنا استراتيجية 2030 مشكلتها أنها مغططش البعد المكاني وغير مربوطة بالمخطط الاستراتيجي القومي وبالتالي ده كله قدالي أن ما عنديش المخطط اللي بيعكس أولويات التنمية على مستوى كافة الأنشطة عمرانية واقتصادية وغيرها أن يكون مربوط بالخطة الاستثمارية للدولة أن يكون ملزم لكافة الجهات التخطيطية هرجع لي وقدر أطلع منه خريطة مستقبلية استخدامات أراضي الدولة على أساس هيتم التخصيص في المستقبل النقطة الرمع عدم موجود نظام معلومات متكامل وهنا نظام المعلومات بنتعرض ليه التسجيل الخرايط المعلومات المتاحة للاستثمار وحصر أراضي الدولة أنا مش هطول هتكلم في جزئية بتاعت التسجيل عندي أنظمة تسجيل متعددة جدا عندي ارتفاع في التكلفة وطول المدة ده خلالي تسجيل قطعة أرض بيغض من خمسة لخمستاشر سنة وخلالي نسبة الأراضي المسجلة ما بتزيدش في أي حان من الأحوال عن خمستاشر في المية بالنسبة للخرايط عندي وده طبعا أثر على وجود مصر في مرتبة متدنية جدا في مؤشر تسجيل الملكية اللي هو أحد المؤشرات الفرعية لمؤشر ممارسة الأعمال سبقتنا دول كتير جدا في نفس مستوى الدخل في ترتيبنا في هذا المؤشر بالنسبة للخرايط عندي أكتر من جهة بأكتر من خريطة أغلبها خرايط غير محدثة بالنسبة للمعلومات المتاحة للإستثمار هلاقي في محدودية أمام المستسفر في المعلومات المتاحة للإستثمار انركزت بس كمان على جهة الولاية بدون ما بدي له تفاصيل على آليات التخصيص والتسعير والمعايير اللي بيستند إليها وكذلك آليات نزع الملكية وإزاي بيتم تأدير التعويضات بالنسبة لحصر أراضي الدولة دي طبعا أحد المهام اللي وردت فيه القرار الجمهوري المنشئ للمركز الوطن لتخطيط استخدامات الأراضي طبعا المركز عمل الحصر ولكن المعلومات دي بالنسبة لنا غير متاحة أغلبها بيركز على جهة الولاية والمركز ملوش دور قوي في حالة وجود تنازل على جهة الولاية ما بين أكتر من جهة نخلص من الموقف ده أن احنا مش ممكن نقدر نقف على الموقف النهائي للملكية والحيازة واستخدامات الأراضي وبالتالي سياسات الأراضي بتتم في غياب وجود نظام معلومات متكامل عنها النقطة الأخيرة في بعض المفاهيم اللي تخلاص بيت قديمة جدا ويعافى عليها الزمى زي مفهوم الزمان ده مفهوم غير واقعي لا يعكس التوسع الأمراني الحالي الدالي لخروج بعض المناطق عن الحدود الإدارية للمحافظات طبعا ترتب عليه قصور في تقديم خدمات البنية الأساسية والمرافق بالنسبة للمفهوم التانية هللاقي مفهوم الإقليم ده مفهوم الحكومة المركزية ببصوله بأكتر من مفهوم سواء مفهوم الأقاليم الاقتصادية وفقا لقانون التخطيط أو الأقاليم اللي بتنشأ بموجة كرارات جمهورية أو الأقاليم الجغرافية لدى بعض الوزارات زي وزارة النقل ووزارة الصحة ووزارات قطعية كتير عندها مفهوم مختلف تماما وده طبعا بيؤدي لتخبط السياسات الموجهة لنفس المنطقة لو لخصنا طبعا ملامح الإطار المؤسسي ده ونها يبقى في الشكل ده ده أدالي بقى لمجموعة من الأثار السربية اللي إبراهيم بيتكلم عنها هلخصها سريعا بيئة أعمال طرد للإستثمار إهدار وعدم كفاءة في استخدام الأراضي وفي الآخر تعصر التنمية الشاملة بيئة أعمال طرد للإستثمار الأرض فعلا هي معضلة الإستثمار الأولى مستثمر بيعاني من تشتت وعدم إتاحة المعلومات حوالين الأرض في أساليب تخصيص متعددة وإجراءات متعددة تختلف من جهة لأخرى أساليب تسعير متعددة أيضا ومختلفة ما عنديش معايير مرجعية ولا كيان واحد بيقوم به التسعير إهدار وعدم كفاءة في استخدامات الأراضي زي ما حضرتك استفدت فيها انتشار ممرسات وضع اليد استخدامات الأراضي ما تجاوزتش بأي حال من الأحوال 7% من مساحة نصر وفقا لآخر تعداد عندي فيه تغير فيه استعمالات الأراضي والإزعايات وغياب المتابعة والرقابة وده كله بيقول فيه انتشار العشويات وتضخم حجم القطاع غير المنظم وإهدار موارد الدولة طبعا ده كله الدليل تعصر التنمية الشاملة ان انا عندي تفتت في استخدامات الأرض غياب فكر التنمية الشاملة عندي تفاوت في مستويات التنمية الإقليمية التنمية اقتصدت على مجموعة من المشاريع المتنسرة جهود الإصلاح عديدة جدا احنا ركزنا فقط على الجهود اللي تمت منذ عام 2011 طبعا بدايتها لجنة استرداد الأراضي وقانون الاستثمار ومشروع قانون التخطيط الموحد وقرار رئيس الجمهورية بشأن خريط التنمية أراضي جمهورية مصر العربية حضرتك طبعا اتكلمت باستفادة عن اللجنة هدخل بسرعة في مشروع قانون التخطيط الموحد نبزع عن قانون الاستثمار قانون الاستثمار غطى الأرض من حيث أكتر من مجموعة احنا حددنا طبعا عاملين تحليل كامل لكل مادة من المواد وعلاقتها ايه وبتحللي ايه المشاكل من المنظومة المعلومات المتاحة من وجهة نظرنا ان القانون حاول التعامل مع اثار المشكلة ولاس مع جزرها وبالتالي من نتوقع شطفرة كبيرة جدا في الاستثمارات نتيجة بس اصدار قانون الاستثمار وعلى سبيل المثال مثلا فيما يتعلق بالتخصيص هنلاقي حضرتك هيئة الاستثمار هيئة العامل الاستثمار دخلت كجهة وسيط ما بين المستثمر وبين جهات الولاية بدون انها تقدم تيسيرات حقيقية في مجال تخصيص الاراضي وفي الحالة دي منقول ان ما فيش كمان اليات تنفيذية حقيقية تمكن الموظف الممثل للجهة الادارية هي جهة الولاية من ان هو يقوم بتخصيص الارض دون الرجوع لجهات الولاية نخرج من ده ان التخصيص زي ما هو وفقا ليه الكواعد واللواحي اللي بتحكم كل جهة بالنسبة لقانون التخطيط بالرغم من اهميته في ضبط منظومة التخطيط على مستوى الدولة وان يسهل للركابة ويقلل من الهدر بتاع المال العام وكمان بالاضافة لان المركز الوطني عضوا في الامانة الفنية لهذا المجلس الاعلى اللي هينشأ بمجب تخطيط القانون التخطيط الموحد الا ان ومن الغريب لم يتضمن القانون اي حاجة من قريب او بعيد تشير الى تخطيط لاستخدامات الاراضي وكمان اعتبر خريطة استخدامات اراضي الدولة كأنها اطار تخطيطي منفصل عن خطة التنمية الشاملة والمخطط الاستراتيجي القومي وهنا بس بطرح تساؤل ليس ممكن كان في ضوء المخططات اللي عندي التنموية المختلفة سواء الاقتصادية او الاستراتيجي للتنمية العمرانية ان انا اخرج بخريطة قومية شاملة وملزمة لكافة الجهات بشأن استخدامات اراضي الدولة قرار صدر في فبراير 2018 بشأن خريطة تنمية اراضي جمهورية مصر العربية القرار ده ألزم جهات الولاية بالمخراجات الوردة في المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية ووضع ضوابط على اساسها تتصرف جهات الولاية في الاراضي المخصصة لها القرار ده بالرغم من اهميته ان احنا اعتبرنا ان ما فيش مخطط قومي شامل وملزم ده احد التحديات الاساسية في منظومة اراضي الدولة ولكن بامانة هو اصر عندنا مجموعة كبيرة جدا من التساؤلات اولها ان هو اعتمد على مخطط التنمية العمرانية المعتمد في 2013 رغم ان فيه تحديث على هذا المخطط التنم في 2016 الى اي مدى يوجد تكامل ما بين المخطط الاستراتيجي القوم للتنمية العمرانية وما بين استراتيجية التنمية المستدامة والمخططات الكطعية والاقليمية واذا وجد تعارض فمن سيحل هذا التعارض؟ لماذا لم يتم اسناد مهمة التأكد من تكامل المخططات للمجلس الاعلى للتنمية العمرانية لحين انشاء المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية المستدامة لا ينشأ بموجة بقانون التخطيط الموحد كيف تم تخصيص الارض اصلا للجهات بدون ما يكون عندي فيه مخططات لتنميتها وآخر نقطة طب إيه المرجعية اللي على أساسها هيكون المجلس الأعلى للتنمية العمرانية بمراجعة خطط جهات الولاية وماذا إذا كان فيه تعارض ما بين هذه الخطط وآخر نقطة بيصر لنا تساؤل حوالين دور المركز القامل لتخطيط استخدامات الأراضي وهيئة المساحة فيما يتعلق بخارية التنمية الأراضي اللي وفقاً للقرار الجمهوري قال إن إدارة المساحة العسكرية هي اللي موفرها الشكل ده بيلخص لنا التحديات والمشاكل وفي نفس الوقت الجهود والحلول هنلاقي لو لخصناها سريعاً هنلاقيها في محور أو أكتر هنلاقيها قد تتعرض للأسار ولا تتعرض لجزور المشكلة من الوضع ده شايفين إن الجهود دي حلول جزئية وغير شاملة ومتكاملة لتصليح منظومة الأراضي مازال عندي فيه فاصل ما بين خطة استخدامات الأراضي وخطة التنمية مازال فيه تخبط واستمرار تصارع على إدارة أراضي الدولة ما بين مختلف الجهات طيب أهم محاور الإصلاح في ضوء التجارب الدولية حبينا بقى نرجع نستفيد من تجارب الدولية في هذا الشأن وكان بالنسبة لنا من السهل جداً نرجع لدول رائدة وعندها نمازج إدارة سهل إن إحنا نقتدي بها لكن إحنا في الورقة استهدفنا ندرس حالة سنغافورة وكوريا والصين وجورجيا لأن وفقاً لمعايير معينة إحنا شايفين الدول دي كان عندها إدارة الأرض تحدي كبير جداً ونجحت فعلاً إنها تعمل وتحسن من إدارة أراضيها وعلى أساس ودي كانت أحد عوامل نجاحها في إنها حقاية طفرة تنموية كبيرة عندها إدارة وفقاً لمنظومة مؤسسية غير متأثرة بأي اعتبارات سياسية وتنولناها بالتفصيل هعرض سريعاً على حضراتكم بس التحديات الخاصة بإدارة الأراضي في كل دولة سنغافورة مثلاً لندرة الأرض عندها بتخليها من أخطر الموارد وتعظيم الاستفادة بما يخدم أهداف التنمية المستدمة دايماً على رأس أولويات الحكومات. كوريا الجنوبية بنقول كوريا وجهت المشكلة منذ السابعينات وإنها قبلت وهي بتعمل طفرة اقتصادية طلب غير عادي على إدارة الأراضي لكن كانت إدارة أراضي عندها غير كفء وغير موجبة لهذه التطورات. أدركت كوريا منذ التسعينات بقى إن إدارتها السيئة للأراضي ترجمتها في صورة فرصة استثمارية ضائعة ومن هنا بدأت تحطها على أجندة أولوياتها. الصين كان عندها تحدي مختلف طبعاً نظراً للخلفية السياسية ليه. الصين كان عندها تحديين مختلفين. تحدي الأول إنها كانت كدولة عايزة تظل محتفظة بملكية الأراضي. وفي نفس الوقت تعظم استخدامات وتطوير الأراضي بأعلى كفاة وأعلى ربحية. التحدي الثاني عندها كان إزاي إنها تحافظ على الأراضي الزراعية من أثر التصنيع والتمدن السريع. جورجيا كانت حالة مشابهة شوية لمصر. إطار مؤسسي مفتت. تدخل في الاقتصاصات ما بين الجيهات. كافة العمليات بتتم على مستوى الإدارة المحلية وبالتالي في تأثيرات سياسية وانتشار للفساد. كافة المؤسسات اللي بتقوم على الأرض بتمول من الموازنة العامة للدولة. وبالتالي لا تملك الموارد الكافية أنها تقوم بكل مهمها على الوجه الأكمل. المستثمر والمواطن كان بيعاني من تراضي الخدمات. هعرض بسرعة أهم عوامل النجاح في إدارة الأراضي. وإحنا في الورقة متناولينها بمزيد من التفصيل. طبعا سنغافورة كانوا عاملين من عوامل النجاح. أول حاجة إطار مؤسسي مبسط ومتصق. أي معالي جهتين بمهام واضحة ومحددة وما فيش تداخل ما بينهم. الجهة الأولى بتدير عملية التخطيط وبتراجع وتتأكد أن عملية التخطيط بتتم وفقا للدوابط الموضوع وبتتولى برنامج الطرح الحكومي للأراضي. الجهة التانية بتدير الاستحواز على الأراضي وبتقوم بعملية البيع والتأجير. وكمان مسؤولة عن التسجيل ونقل الملكية وتنفيذ المسوح. إطار تخطيطي منضبط وتشاركي. سنغافورة عندها إطار تخطيطي بيعتمد على قليتين. قليت طولة الأجل دي بتتحط في دوق خط التنمية اقتصادية حقيقية على مدى الخمسين سنة الجايين. بتتراجع كل عشر سنين. عايزة ركز فيها على مقطتين الحوار المجتمعي مكون رئيسي في الخطة المفاهيمية طولة الأجل. بتتبنى منهج العرض. والطلب طبعا بتترجم في صورة خطة تفصيلية لمدة زمانية أقصر. لو خدنا في كوريا. هنلاقي كوريا نموذج التمييز عندها أو عامل التمييز عندها. إنها قدرت تعمل نظام معلومات إلكترونية متكامل ومتاح. دمجت كل الكواعد البيانات الخاصة بيء الأراضي. خلت إن أكتر من وزارة تقدر تتشارك نفس المعلومات في نفس الوقت وبمنتهى الدقة. ده كمان متاح للعامة وللمستثمرين والقائمين على التخطيط. المعلومات اللي بيغطيها نظام معلومات تفصيلية في كل المجالات زي ما حضراتكم شايفين. طبعا استبدلت تماما الإدارة الوراقية بنظام معلومات إلكتروني. ده كل عمل طفرة في تقديم الخدمات الخاصة بالأرض. اللي في الوقت والتكلفة والعمالة. عمل اتصاق وتكامل السياسات لأنها بقت مبنية كلها على نظام معلومات موحد. رشد لي فيه النفاقات العامة. وآخر نقطة كمان حقق لإرادات عامة تقريبا تلات أمثال ما تم إنفاقه على النظام ده. طبعا النظام ده بناءه. أخذ وقت كبير جدا من التسعينات. الصين طبعا زي ما شرحت التحديين الأساسيين. ووجهتهم إنها قدرت تعمل إطار قانوني موحد يحللها المشكلة دي. يفصل لها بين الملكية وتظل وفقا للدولة. وفي نفس الوقت يعظم من الاستخدامات الخاصة بالأراضي. عندها قانونين أساسيين. قانون بيحكم إدارة الأراضي ويقول للجهة المسؤولة عن الإدارة على مستوى القومي وعلى كل المستويات الإدارية. وبيحطي لي كمان آلية لفض المنازعات وآلية لدوابط نزع ملكية الأراضي والإجراءات الرسمية المتابعة. عشان طبعا ضمانة إن ما يحصلش أي تعسف من أي جهة حكومية. وبيحطي لي آلية للمتابعة والمحاسبة من خلال جهة مركزية. دي تتبع أعلى مستوى إداري موجود في الدولة ومستقلة سياسيا. القانون الثاني قانون منظم لعملية التخطيط الخاصة بالمدن. ده بيحطي لي الهدف من التخطيط ويهي. تفاصيل والمعايير اللي على أساسها بنحط الخطط طويلة الأجل ويهي قصرة الأجل. النقطة المهمة في الجزئية دي. إن أنا أي تعديل في الخطة بتقوم بالحكومة. لازم توافق عليه مجلس الشعب. يوافق عليه مجلس الشعب الخاص بالمستوى. الإداري حضراتكم عارفين. الصين فيها أكتر من مستوى إداري. ده ليه لأن سياسات الأراضي هناك متكاملة مع باقي السياسات. لو خدنا جورجيا. جورجيا من النمازج اللي بيعتبرها البنك الدولي من أنجح النمازج. قدرت تعمل طفرة في وقت قياسي قليل جدا. في خلال سنتين تقريبا. قدرت تنتقل من دولة سيئة جدا في إدارة أراضيها. عندها نفس المشاكل اللي عندنا في مصر. من خلال عملت إصلاح مؤسسي وإصلاح تشريعي. أهم نقطة نجاحها. أنا شايفة هما نقطتين. فصل التخطيط عن البيانات. قدرت تفصل التخطيط وكل ما يتعلق بالتخطيط والتخصيص وعملية صنع السياسات. أثناء ديتهم بين وزارتين. وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد. وفصلت تماما المهام الخاصة بيئة تسجيل ونقل الملكية وإجراء المسوح. خلتها جهة مركزية بعيدة عن تأثيرات الإدارة المحلية. أسندت مهام بعينها ليه؟ الكطاع الخاص. دي مهمة البحوث. لكن طبعا الحكومة كانت بتحط ضوابط اللي يتم على أساسها المسح. وقدرت كمان تخلق كيانات حكومية بتقدر تحقق تمول ذاتي من نسبة 100% وتخرج برا موازنة الدولة. ده كله بنخرج منه بإيه؟ إن الإدارة النكحة للأرض حتى لو كانت هي مورد نادر زي حالة سنغافورة طبعا بيقدر يعمل لي طفرة تنموية كبيرة. سنغافورة 0.1 من مساحة مصر قدرت تحقق متوسط دخل فرد ومتوسط استثمارات أجنبية مباشرة تقريبا ثمن أضعافنا ورطبة متميزة جدا ومتقدمة في مؤشرين من أهم المؤشرات اللي دايما عين أي مستثمر عليهم الدونج بيزنس أو مؤشر ولد ممارسة الأعمال ومؤشر التنافسية. طبعا إحنا بنقارن ومدركين تماما وبنأكد على إدراقنا لانفرادية كل تجربة واختلاف الظروف السياسية والاقتصادية ومش ممكن إن إحنا ناخد نموذج وحيد نقرره كأنه نموذج أمسا للأراضي ولكن نقدر نستفيد من نجاحات الدول دي في تحسين منظومة إدارة الأراضي عندنا قدمنا مقترحات محددة المقترحات بتراعي هدف كتير جدا بتقدم لي رؤية موحدة بسياسة واضحة والاستخدامات متكاملة للأراضي بتعمل لي تكامل ما بين سياسات الأراضي مع باقي السياسات التنموية بيبقى فيها فصل التخطيط والتنفيذ عن المتابعة تطبيق مبدأ المشاركة التوازن ما بين المركزية واللا مركزية اعتبارات كثيرة جدا منها الاستفادة من التطورات التكنولوجية وأخيرا إن إحنا ما ننشئش مؤسسات ونطور المؤسسات الحالية إلا طبعا في حالة الضرورة الكسوى مقترح إصلاح المنظومة بيعتمد على ثلاث ركايز للإصلاح ركيزة مؤسسية وركيزة تشريعية وركيزة معلوماتية الركيزة المؤسسية بنتكلم عن إن إحنا محتاجين كيان مؤسسي يكون هو السلطة العليا التنسيقية لإدارة أراضي الدولة ويكون قراراته ملزمة لكافة الجهات عنده مهمتين رئيسيتين ومجموعة أخرى من المهام المحددة مهمتين رئيسيتين يحط خطة استراتيجية قومية متكاملة لاستغامات الأراضي في مصر تلتزم بها كل الجهات طبعا في ضوء الخطط التنموية الموجودة وإن يعمل إعادة هيكلة منظومة إدارة الأراضي ويفض التداخلات والتكرار ما بين الجهات ويقضيلي على التبعيات غير المنطقية وطبعا من أمثلتها إن هيئة المساحة طبعا ما زالت لحد الآن وزارة الرأي وهيئة التخطيط العمراني تابعة لوزارة الإسكان ومعايير واضحة موحدة للتسعير تلتزم طبعا بها جهات الولاية ويحطيلي آلية لتقدير قيمة التعوضات في حالة نزع الملكية أو مصادرة الأراضي للمنفعة العامة وآلية لفض المنازعات وكذلك آلية للتصرف في حصيلة استخدامات أراضي الدولة الركيزة التانية السيناريو ده سيناريو ده نحققه من خلال عندنا تصورين شايفين فيه سيناريو أفضل وسيناريو بديل أفضلية السيناريو الأولاني أن إحنا قريدي بموجب قانون التخطيط الموحد اللي هيخرج خلاص من البرلمان على وشك أنشأنا مجلس للتخطيط والتنمية المستدامة فشايفين لو أسندنا إليه مهم الخاصة بالأراضي يبقى ده أفضل وفي الحالة دي ده هيتطلب أن إحنا نعمل بعض التعديلات على مواد هذا التشريع السيناريو البديل إذا استمر الوضع أن إحنا عايزين نفصل الأراضي عن منظومة التخطيط وده مش السيناريو الأفضل بالنسبة لنا في الحالة دي هنضطر ننشئ كيان جديد اللي هو المجلس الأعلى لإدارة الأراضي وطبعا هنصدر يتطلب ده طبعا إصدار قرار جمهولي وفي الحالتين إحنا محتاجين أن إحنا نضم زي ما حضرتك قلت خبرة يديهم فيه كل نشاط اقتصادي فاهمين كويس قوي عايزين إيه من استخدامات أراضي الدولة الركيزة التشريعية عايزين قانون مواحد للتعامل مع أراضي الدولة هنحط بس الفلسفة بتاعته بدون الدخول في تفاصيله القانون ده يأكد لي على أن الأراضي ملك للشعب والدولة مفوضة لإدارتها بما يحقق التنمية المتوازنة والشاملة اللي نصت عليها الدستور وعايز منه إيه كمان يحقق لي الشفافية والموضوعية في كل ما هو ليه علاقة بإدارة الأرض بدقة من التغطيط ثم التخصيص والتسعير ونزع الملكية محتاجة إطار معلوماتي إطار معلوماتي يقول لي أن فيه عندي كواعد بيانات واحدة عند كل الجهات اللي ليها علاقة بالأراضي طبعا مربوطة بعض إلكترونيا كلهم بيقدروا يدخلوا وياخدوا نفس البيانات ونفس الخرايط وبيتم تحدثها تلقائيا محتاجين هنا نستفيد من التقنيات الحديثة احنا لسه لحد الوقت بنتكلم عن تطبيق منظومة السجل العيني ووقت ده وقت طويل جدا منها ده ظهر التقنيات تانية حديثة دول كتير بدأت تفكر أنها تستخدمها في إدارة أراضيها ومنها طبعا البيج ديتا والبلوكتشين وده طبعا هيقلل لي من الفساد وهيزود لي الكفاءة ويسهل كمان المتابعة عايزين ما يتكان الكافة التعاملات الخاصة بالأراضي وأخيرا نربط كواعد بيانات الأراضي بكواعد البيانات الأخرى طبعا لو طبقنا المنظومة دي بالتلات ركائز للإصلاح هننتقل من وضع سيء جدا إلى وضع جاذب للإستثمار كفاءة وفعالية في استخدام الأرض تحقيق التنمية الشاملة المستدامة اللي هي هترجم فيه صورة متغيرات كتيرة جدا ارتفاع طبعا في الناتج المحلي زيادة في مستوى الدخول تنمية عمرانية مستدامة ادمحلال الكتاع غير المنظم إرادات عامة هيحصل فيها طفرة كل ده لو لخصناه في جملة واحدة بس نقول لو عملنا منظومة الأراضي بالتلات ركائز دول هيحصل عندنا انطلاق نحو التنمية الشاملة المستدامة وأسفى جدا للإطالة والسرعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر